قصص النبيين تأليف أبو الحسن علي الحسني الندوي أمام يعقوب وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وجاءوا على قميصه بدم كذب وقالوا هذا دم يوسف وكان أبوهم يعقوب نبيا وكان شيخا كبيرا وكان أعقل من أولاده وكان يعقوب يعرف أن الذئب إذا أكل إنسانا جرحه وشق قميصه وكان قميص يوسف سالما وكان مصبوغا في الدم فعرف يعقوب أنه دم كذب وأن قصة الذئب قصة موضوع فقال لأولاده بل هذه قصة وضعتموها فصبر جميل وحزن يعقوب على يوسف حزنا شديدا ولكنه صبر صبرا جميلا يوسف في البئر ورجع الإخوة إلى البيت وتركوا يوسف في البئر وأكل الإخوة الطعام وناموا على الفراش ويوسف في البئر ولا فراش ولا طعام ونسي الإخوان يوسف وناموا وما نام يوسف وما نسي أحدا وبقي يعقوب يذكر يوسفا وبقي يوسف يذكر يعقوب وكان يوسف في البئر وكانت البئر عميقة وكانت البئر في الغابة وكانت الغابة موحشة وكان ذلك في الليل وكان الليل مظلما من البئر إلى القصر وكانت جماعة تسافر في هذه الغابة وعطشوا في الطريق وبحثوا عن بئر ورأوا بئرا فأرسلوا إليها رجلا ليأتي لهم بالماء جاء الرجل إلى البئر وأدلى دلوه ونزع الدلو فإذا الدلو ثقيلة وأخرجها فإذا في الدلو غلام دهش الرجل ونادى يا بشرى هذا غلام وفارح الناس جدا وأخفوه ووصلوا إلى مصر وقاموا في السوق ونادوا من يشتري هذا الغلام من يشتري هذا الغلام اشترى العزيز يوسف بدراهم معدودة وباعه التجار وما عرفه يوسف وذهب به العزيز إلى قصره وقال لامرأته أكرمي يوسف إنه ولد رشيد الوفاء والأمانة وراودت امرأة العزيز يوسف على الخيانة ولكن يوسف أبى وقال كلا أنا لا أخون سيدي إنه أحسن إلي وأكرمني إني أخاف الله وغضبت امرأة العزيز وشكت إلى زوجها وعرف العزيز أن المرأة كاذبة وعرف أن يوسف أمين فقال لزوجه إنك كنت من الخاطئين وعرف يوسف في مصر بجماله وإذا رآه أحد قال ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم واشتد غضب المرأة وقالت ليوسف إذن تذهب إلى السجن قال يوسف السجن أحب إلي وبعد أيام رأى العزيز أن يرسل يوسف إلى السجن وكان العزيز يعرف أن يوسف بريء ودخل يوسف السجن موعظة السجن ودخل يوسف السجن وعرف أهل السجن جميعا أن يوسف شاب كريم وأن يوسف عنده علم عظيم وأن يوسف في صدره قلب رحيم وأحب أهل السجن يوسف وأكرموه وفرح الناس بيوسف وعظموه ودخل معه السجن رجلان وقصا عليه رؤياهما وقال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه وسألا يوسف عن التأويل وكان يوسف عالما بتأويل الرؤيا وكان يوسف نبيا من الأنبياء وكان الناس في زمانه يعبدون غير الله ووضعوا أربابا كثيرة من عند أنفسهم وقالوا هذا رب البر وهذا رب البحر وهذا رب الرزق وهذا رب المطر وكان يوسف يرى كل ذلك ويبحك وكان يوسف يعلم كل ذلك ويبكي وكان يوسف يريد أن يدعوهم إلى الله وقد أراد الله أن يكون ذلك في السجن ألا يستحق أهل السجن الموعظة؟ ألا يستحق أهل السجن الرحمة؟ أليس أهل السجن عباد الله؟ أليس أهل السجن بني آدم؟ كان يوسف في السجن ولكنه كان حرا جريئا كان يوسف فقيرا ولكنه كان جوادا سخيا إن الأنبياء يجهرون بالحق في كل مكان إن الأنبياء يجودون بالخير في كل مكان حكمة يوسف قال يوسف في نفسه إن الحاجة ساقت الرجلين إليه وإن صاحب الحاجة يلين ويخضع وإن صاحب الحاجة يطيع ويسمع فلو قلت لهما شيئا لسمعا وسمع أهل السجن ولكن يوسف لم يستعجل بل قال لهما أنا أخبركما بتأويل الرؤية قبل أن يأتيكما طعامكما فجلسا واطمأناه ثم قال لهما يوسف أنا عالم بتأويل الرؤية ذلكما مما علمني ربي ففرحا واطمأناه وهنا وجد يوسف الفرصة فبدأ موعظته خطying س overwhelmed لفرحا واطمأто كل شيء صاحب حسب وتفق laughing تفق بعض اشتركوا في القناة